رجعت لكم أحبابي بالجزء الثاني من المحاضرة الأولى اللي هي كانت كم نقطة من لسن وان سبع نقاط أخذنا من لسن وان معاني وكلمات بسعدكم التعب بالمحاضرة الأولى بصراحة أعترف يعني تصاريف الأفعال بالنسبة للطالب المحافظها الحافظها من الإساسيات هذا ارتاح بس بالنسبة للمحافظها هاي الشغلة راح تكون متعبة عندك تقريبا أول ثلاث محاضرات تتعب بالتصاريف بس لا تخليها تتراكم على مود لأن طول المنهج احنا معتمدين عليها إلى هيونة الثمانية بإذن الله يعني فرجعت لكم بس هتفتحوا لي ما لازمكم على صفحة تسعة اللي هو باس سمبل ان باس كنتيني واس هذا شرح المادة اللي قلتها الماضي البسيط فاعل وفعل ماضي يكون الفعل ماضي بالإيدي أو شاذ مثل من الأمثلة على الماضي الطائر طارة كلها قلت قبل شوية بالجزء الأول الطائر طارة into the kitchen طبعا هو يتكف لاي بالماضي شتصير فلو أو he was very sick وهنا الوصف الرئيسي من المصدر المجرد بي فتقول he was very sick yesterday زمن ماضي فأقول he was he didn't meet her yesterday باعوا بالنفي بالماضي they didn't meet نفس الجملة شرحتها قبل شوية على الصبورة بالجزء الأول وما طول عندك علامة السؤال ما تقول he met تقول did he مصدر did he meet her yesterday أما بالنسبة للماضي المستمر مثل ما سوى الأفنق إنه هو الحدث الأطول ماضي مستمر يكون الفعل ماضي مستمر عندما يمثل الحدث الأطول وتكون الجملة كما يلي شنو ووز ووير وآي أنجي كما يلي ووز ووير وآي أنجي على الأساس فاعل ووز ووير وآي أنجي مثل هذا زين شي ووز ووز ووكي كانت تعمل هارد all يسترده ذي وير بلاينك وير وآي أنجي هي وزنت لسنينك لسنينك لا يضاعف رغم إنه لسن صحيح وقبله إلا بس ما يضاعف مثل أوبن ما يضاعف مثل فيزت ما يضاعف وير يو بلاينك تنس علامة السؤال فقدمنا الوير على لي بينما بن في بس حطينا نوت بالسؤال قدمنا الفعل المساعد على الفاعل رجعت إعادة للكلام قلت عند ربط جملة ماضي بسيط بالمستمر نستخدم بعض أدوات الرابط ويا لو آز وين وآنت أردك تقولها بطريقتي ويا لو آز وراها مستمر وين وآنت وراها ماضي بسيط الحدث الأقصر مثال طبعا الجملة اجتبه كالوريا أكثر من مرة فالطالب شي سوي للفاعل فلاي أكيد يسوي فلو خلينا على الأخبر أحسن أبيرد فلو فلاي وينها؟ هي أنا فلو اللي هي يطيكيها مصدر فلاي أنت ش سويها فلو أبيرد فلو طار طار بالمطبخ ويل آي ووز ايتنك تندا أكل هنا حاد الجملة بالويل فارزة بأعور الفارزة small letter أبيرد فلو لا تنسى بالنفي الوز والوير ش تصير وزين وويرين وعند الاستفهم نقدم الفعل المساعد على الفاعل في بداية الجملة مثال منفي he wasn't looking when she stole the bag ما كان دايشوف لمن هي سرقت بجزء الأول اضطيتكم هي steal يسرق stall stolen لا تباوع الجزء الثاني أبد إذا لم يضبط الأول دير بالك من المحاضرة الأولى هذي من عندي علامة السؤال أقول بدل you were ش أقول where are you sleeping when I found you شنو شنت نايم من خابرتك شنو هالكسل هذا طبعا متعتكم صفحة أشرة عني هاي الPDF قديم ترى أما عند الماضي البسيط ننفي جملة الماضي بالdidn't كما اشتغلنا قبل شوية بالجزء الأول ويتبعها فعل مجرد يعني عندي بالنماضي أقول he didn't go to the party last night did you see the phone yesterday شفت الفيلم البرحة لولا إذن لاحظ إذا كان المطلوب ربط جملتين بأحدى أدوات الربط فيكون حل حسب معنى الجملة يعني مو correct وقبل لازم تفتهم انت إذا correct ما تدوخ بس إذا يقول لك join هاي الطريقة لا هاي الطريقة بيها تفكير بصيغة يكون الحدث الأطول ماضي مستمر was where or ing والحدث الأقصر يكون ماضي بسيط يعني لو ايدي لو املاءة بشاذ they swam in the river جملة بالماضي البسيط they swam in the river a thief took their clothes إجا الحرامي واقع دومهم أريد تربط لي هاي الجملتين بالأداة while بالأداة while ش راح تقول لي هتقول لي ما يرادل هاشي يلا قاني إلا اختارت لازرق ويا لازرق يلا فتقول هذي took their clothes حدث أقصر ولي swam حدث أطول they swam حدث أطول الأطول نسويه مستمر of the ing ونحط قدامه لو was lower فتقول while دخلت على الحدث الأطول they تاخذ where they were swimming لا تضيف ing لفعل ماضي رجع مصدر swim يلا ضيف لا ing أثيف took their while they were swimming in the river فارزة أثيف took their clothes انتبه يعني داي سبحون الحرام باقي هدومهم عند الربط يجب أن تحدد الجملة اللي استغرقت وقت أطول زين ححدد بعد حسب المعنى وهنا ما أطلب منك غير معاني كتابك جوة الكتاب فتكتبها بصيغة ماضي مستمر تسوي الحدث الأطول was where وينج لا تنسه فعل الماضي لضيف لا ing سوي مصدر يلا ضيف لا ing أما الجملة ذات الحدث الأقصر فيجب أن تبقى نفسها ماضي بسيط وعند كتابة جملة الحدث الأطول بصيغة الماضي المستمر يجب أن تحول الفعل الماضي إلى مصدر وضيف لا ing مو تعوفة مثل ما هو وضيف لا ing تحول مصدر يلا ضيف لا ing لأن جملتين أصلية هي بزمن ماضي she didn't drive fast كانت مدى تسوق سريع هي درايف دا تسوق بس مو سريع إذن تسوق حدث أطول والأقصر شنو ران انت طفل تشاية بالشارع طفل تشاية بالشارع وربط راح تقول لي لوين تدخل على الأقصر إذن ابدي بالحدث الأطول بس سوي مستمر شون تسوي مستمر she didn't بس الجملة من فيها ولازم تحافظ على هذا النفي فما تقول she was driving تقول she wasn't driving fast ما كانت دا تسوق سريع وين أبو ويران نقلتها نفسها هاي جملة 2016 دور أول ومثل ما قلت لك ما يجب بعد ربط وراها كلها بس correct بس إحنا نريد نقرح على أعلى مستوى ممكن إذن ستمتع تكون الجملة ماضي مستمر شوقت الجملة أكتبها بصيغة was where or ing حالتين حالة الأولى لما أنت عندك جملتين أقصر وأطول وبالحالة أكيدك وادات ربط ورح تمشع القاعدة ويلو آز وراها يكون الجملة بالماضي المستمر وين وانت وراها بسيط الجملة القبل هتكون ماضي مستمر أكو حالة ثانية طلاب تجي الجملة ماضي مستمر وهي أن يحدد ساعة حدوث الفعل بالماضي يعني شون يعني البارحة مثلا تخابرت صديغك تقول للبارحة خبرت خابرتك مجاوبتني بالعشرة شتتتسوي بالعشرة ما تقول لش سويت شتتتسوي بهذا الوقت فإذن من تحدد موعد يعني تتكلم عن زمن ماضي وتحدد ساعة حدوث الفعل فإنت إذا تتحدث عن وقت محدد بالماضي فيكون مستمر يعني بالعربي من ينطق جملة ماضي ويذكر ساعة حدوث الفعل بح تكون الجملة بالماضي المستمر شلون باوا ويايا هنا تكون الجملة ماضي مستمر عندما يحدد ساعة حدوث الفعل بالماضي شوف ماضي من نطاق ساعة فتقول فتقول I was doing my homework زي تكون الجملة ماضي مستمر عندما تمثل حدث الأطول بين حدثين فترة متزامنة حصلة بنفس الوقت حدث الأطول يكون مستمر اللي هو راح نربطه ويا لو آس وينو أنت حيث تدخل الوايل أو الآس هي ملزمتنا على الحدث الأطول يعني دائما اخذ الجملة اللي بتستغرقت حدث أطول وتسويها مستمر دخل عليها لو ويا لو آس قبلها ويكون ماضي مستمر أما إذا تدوي الوين والآن فحطها المستمر قبل الوين والآن لاحظ الأمثلة التقنية انتبهني هنا شوف ملزمتك أما الأدات وين وآن تدخل على الحدث الأقصر فيكون ماضي بسيط ندري عندك أمثلة تدرب عليها I listen to music تدأ أسمع موسيقا وين the phone rank من دق التليفون إذا انسيت شلح أقول ما طول عندي وين ما أدوخ لا والله دخلت من ورا الصبورة ما طول عندي وين ما أدوخ listen شويتها listening انتبه لا يضاعف الفعل listen يستمع يصغي لا يضاعف I was listening to music when the phone rank من دق التليفون نجي على الجملة الثانية I watch TV تدأ أتفرج على التلفزيون the doorbell rank دق جرس الباب هو يراد منكم ring rank rank يرن أربط بوايل حتكلي تعالي الحدث الأطول داباو على تلفزيون أسوي مستمر أجيب الوايل أدخلها على جملة الحدث الأطول وقل وقل while I الإيدي أشيلها I تأخذ was ويرجع الفعل مصدر وأضيف ل ing while I was watching TV فارزة the doorbell rank نزلت نفسه تدأ أتفرج تلفزيون ودق جرس رقم ثلاثة what you do when they arrived عدك علامة سؤال وما طول عدنا علامة سؤال قدم الفعل المساعد what you do تصير what الفعل المساعد بما أنه عندك when فلازم قبل الwhen مستمر لأن وراها ماضي بسيط قبلها مستمر وما طول قبلها مستمر ويا لي وتجيب where ولأن عندك علامة سؤال ما تقول what you where شد تقول what where you فرح أقول what where you ودو شصارت doing قدمت الفعل المساعد على الفاعل you study when the light went out تجند تقرأ من طفات الكهرباء you study الجواب لأن عندك علامة سؤال لتقول you where عندك ماضي بسيط وعندك وين بالنص قبلها ماضي مستمر فلتقول you where لأن عندك علامة سؤال قول where you studying دير بالك تقلب ال-y بإضافة where you studying when the light went out خمسة I cleaned my room حليت لكم ياها بتجزء الأول قبل شوية I cleaned my room دانظف الغرفة I found some money أربط بالإداة and حتقول الحدث الأطول أكيد التنظيف حدث أطول دانظف أقصر لقيت فلوس والآن تريد تكون بالنص وراها بسيط قبلها مستمر إذن قبلها الأطول أشيل الإيدي وقول I was cleaning ما يضعف لن قبل حرفين إلا I was cleaning my room and I found some money هاي كانت الأمثلة اللي أعتكم بالملزمة هسا أنت صفحة 11 واجب هذا الواجب تصفون اللي بيت حله وبعدين يعني وقف الفيديو هنا حل الواجب وأرجع كمل بقية الفيديو يعني ما دائرة لبال هذا أنا دقي هنا وشغلي أنه أريد الطالب يراجع يراجع الإيدي هاي الأساسيات يراجع إضافة ال-ING ويراجع تصاريف الأفعال بالمناسبة طلاب أريد منك اضيف لي خاف مضاي فيها بالطبعة الجديدة كلمة ski يتزلج ski و-ING ما عليك صفحتي 12 هي 12 skiing نقول تمام إذن هنا أنا أدي أفعال بال-ING معينة عندي شغلات أخذتها سابقا بال-S هذا كل درستك هي بالأساسية الأولى ورجاء إذا بعدك ما نضبطها ترى بعدنا بأول محاضرة ارجع راجع الأساسيات وعيد المحاضرة عسى ما ثلاث مرات أساسك وتضبيط ودرجاتك ولا تعتمد على الأساسيات والمحاضرة الأولى بأجزاءها إذا جزء أو جزئين أو ثلاثة زين أمي إذن تسوي الواجب ونشيكه هس وقف الفيديو لا ترجع الفيديو وتفتح هذا محال حلي يلا تكمل يلا نبدي مفروض هسنت وقفت الفيديو وكملت وهسن أرجع ديركظ هسنت الجواب وينو أنت وراها بسيط فتقل طبعا عادي جدا بالامتحان تكتب حتى من امتحن يكتب لا تنقل الجملة كلها فالداون وقع ديركظ ودا ست عندي وين هلبي يلا هلبي الوين ش راح تقولين راح اقول اضيف الها ing ثلاثة كانت تسمع موسيقى دور بالرانج رانج ضيفولي وما ضيفولكم اياها بالطبع الاخيرة رانج دق تاليفون الجواب ما طويل يقول لك اربط بشنو وبوايل تدخل على الحدث الاطول هذا فاش راح تقولون حتقولون وايل طبعا capital letter she was شدت سوي كانت listened شي للإيدي listening while she was listening to music فارز the doorbell رانج رانج ضيفوها من يومكم زي دس انتو اعتقد ما لازمكم موجودة بها رانج she didn't look مدت باوع someone stole her bag احدهم سرق الحقيبة اوربط باند جاهزة جملة بس حطوا اند بالنص لان هذا حدث اقصر بقى نفسه بس اتكم هنان she didn't قول wasn't looking she wasn't looking she wasn't looking and someone stole her bag كانت مدت باوع واحدهم سرق الحقيبة شوية راح اكبرها حتى الكتابة يصل اله space اكثر بس الادوات correct correct اوكي يلا خلي تروح الادوات وين وصلنا يا نقطة وصلنا نقطة رقم خمسة مادة يمشي بالشارع شاف عمه فجأة يقول ربط بياء دات نسيت رابط نربط ها هربطها بانت يلا ايش راح نقول هنقول هذا التصحيح ما طول زمن ماضي وذكر ساعة اشتغل ماضي مستمر ماضي ماضي زائد ساعة يساوي ماضي مستمر فتقول لومكو بالتسعة عشان غير كلامك ماضي وعندك وين قبلها مستمر تستمع طول عندي اداة سؤال اش مرها بالبداية وليو تاخذ وير فاقول شرحتها قبل شوية ترى هاي الجملة بالجزء الاول what were you doing لان ما طول عندي علامة السؤال وعندي وين بالنص الجملة الاولى لازم تكون ماضي مستمر وزوير وانشي ولان علامة السؤال قدمت الفعل المساعد وقلت what were you doing I was doing my homework وين صرفت شيء اي جملة قل لك كملة قل لك تدلل the phone the phone rank دق التليفون I was sleeping when the phone rank I was studying when the phone rank I was حتى بالحمام انت ما احط التليفون وياك شو تقول when the phone rank ترهم بس تقدر تكمل طبعا اي تكملة من قلبك اكيد نجي على رقم I cleaned my room كم مرة صار انحلها I was cleaning my room بيا ادات as اذن as I was cleaning as I was cleaning my room فارزة I found some money وهي سكيتد تزلج وفيل هاي الجملة مع العنوان مع لللسن يقول اربطها بيا ادات باند خلنك تبهم بما انها وداعية والاخيرة راح نقول وهي was skating شان دا يتزلج وشنو and شنو he fell وهذا عنوان لسن تو طبعا طلبت منكم قبل شوية بالفيديو قلت لك هاي ترجع تراجعها مو بس بالاساسيات احنا متحنى بها بالاساسيات بس تبقى تراجعها ال-ed وال-ing وال-s دائما وعندك المطلوب منك تمريم بي هذا المرشح الاهم للبكالوريا طلب هذا مرشح البكالوريا الاساسي وسيكمل الجملة من قلبك وراها نشوف وزاريات السنوات السابقة طبعا افضل شي انه وزاريات السنوات السابقة تحلها وحدك باوعو ويايا قبل ما نروح الوزاريات شوف ويايا هسه تمرين الكتاب جملة جملة لازم فاهم معناه حتقول I think about you شنو الدافق كربيك ودقيت علي ما طول عندك and اش صارت وينو and وراها بسيط ما طول عندي and وراها بسيط لحت قبلها مستمر الآيش تاخذ يا أمي was I was think ش تصير thinking I was thinking about you and then ش صار you rang me دقيت علي طبعا اني بالخباثة بالامتحانات ش اجيب لكم اجيب لكم الجملة جمبل ماضي واقول لك التربط I thought about you you rang me اقول I was thinking about you هاي للخباثة عندك وايغ عليها فاشا وردي يسبح somebody knocked at the door حليناها while Ali was لا تنسى having ال E تحذف while Ali was having a shower somebody الفعل نوك اش صار knocked the door اذن كان يسبح ودقوا علي الباب رقم ثلاثة هاي خامس مرة نحلها clean my room and I find money I was cleaning my room ماضي find found I found some money رقم أربعة luckily لحسن الحظ شريفة not drive fast وعندك وين عندك وين هي أنا إذن قبلها مستمر إذن شريفة wasn't لأمن فيه driving خمسة كل شموهم تراجع وتذكر تصاليف الفعل take طيتك ياها take took taken ماطول عندك while رح تقول took our clothes while we were swimming we were swimming ستة she tell us جدت 2015 طبعا هاي وهاي جدت 14 she tell us to be quiet أخبرتنا قلتنا قعد عقال إحنا جننا مسوين هوسة دير بالك الفعل tell ولو كل شي يعني زيدتها وياك اليوم tell told told أخبرة وعندك make يصنع made made هنا جاية مو يصنع جاية مسوين هوسة تضيفوهن يا حلوين للقائمة فتقولون she told us to be quiet قلت إننا نقعد هادئين as we were making we were making يعني إحنا جننا مسوين too much noise هوسة طبعا make تحذف الإي ونضيف آي انج سبعة my sister هايد أحبابي كل جدي روا باكم على هذا الفعل هايد يخبئ الماضي هيد والتصريف هيد وأتحداكم إذا ما جاكم بالمدرسة هايد هيد يخبئ هايد هيد هيد ضيفوه حنقسمها على امتحانات لا تشيلونها هايد هيد هيد يخبئ إذن my sister هيد خبئت my purse المحفظة under the bed while I طبعا was not looking I wasn't looking والجملة الأخيرة ثمانية تقول as she was carrying لأن as وراها مستمر فقلت الشي تاخذ was as she was carrying لا تقلب الواي مع الING as she was carrying the shopping that she للمسواق من الكار my grandmother بي بي slipped and broke كسرت her ankle ankle الكاحل مفصل القدم طلاب هواي يسألون يقولون شون نحرف هايا شو أكو أن يش ما سوين هذا مستمر طلاب حباي بيركز على حجاية هايا الان هيا ما تأثير تتركز هايا الان رابطة فعليا وليس جملتين فعليا حصلت بنفس الوقت شلون اي ايت ان درينك شلون ريد ان رايت فهذه ما لها علاقة تمنى تربط جملتين سليبت ان بروك كسرت منو hair ankle واخيرا عدنا التمرين سي كمل من قلبك الجمل التالية واني رح أقرالك الجمل وقل لك تقدر تكمل شلون سيت وانكسرت رجلي وانكسرت وانكسرت رجلي وانكسرت ثنين مدابا وانكسرت رايح وانكسرت بالحفرة بالهول وانكسرت بق التليفون ثلاثة من جو أصدقائي ايضا او وين ماي فون رانك اخي الصغير كان داي العب طوبة المهم يعني بروك هز عنكل كسرت رجلي الكاح المات طلاق هذه الوزاريات الجدي قبل على هذا الدرس 17 نقطة وراها الأجوبة هنا رح يكون عندنا توقف خلاص انتهى لتباوع الحل هذا الواجب مالتك مع المحاضرة الجاية هو ودفتر الواجبات بعد دفتر الواجبات ويايا احنا ما اخذنا لسنوان كامل فرح نعبر الصفحة الاولى ما ناطيتكم ياها واجب تبدي صفحة رقم اثنين واجبك الصفحة رقم اثنين المحاضرة الجاية رح تكون ان شاء الله حل الواجب مالوزاري اوصيك واجه نفسك لو انت دتريد درجة لو انت دتقشم الروحك فاذا دتريد درجة لا تباوع الاجوبة الموجودة هنا لاجوه هاي الاجوبة انا رح احل لك ياها تحل الواجب بيتي وهو مجرد زايد مني ما رح اطول بالاجابة مالتها بس اريدك تكون حالها وحدك وتشيك لك ياها هي وصفحة اثنين ايضا بتفتر الواجبات صفحة ثنين طلاب وصفحة ثلاثة صفحة ثنين وصفحة ثلاثة بس صفحة ثلاثة اكو بيها سؤال الثاني والثالث بالذات ما تقدر تحله وبالنسبة تصاريف الافعال انخلت لكم ياها بدفتر الواجبات يعني مو الا كلها بس انت لازم تعرف اللي مرت عليك اما اذا تريد تقوي روحك ودائما تحله انا ما اخذ الجدول الاصلي مقسمت على عشرة عشرة تريد ضبطها عشرة عشرة ويه الجدول الاصلي كيف تريد ويه اللي داناخذه شوية شوية يعني انا بكل امتحان بلا ما تسأني تصاريف افعال ما حاسبك علي ذني بالامتحان احاسبك اللي مرت عليك بالمحاضرة ويه كل امتحان الامتحان الاول رح يكون كل الشديد حكب اول درس ما عندك مشكلة اذا درس القادم رح يكون ان شاء الله تشيك دفتر الواجبات الحلول ان تشيك الوزاريات ناخذ تكملك لسن وان حتى يصد عندنا ان شاء الله امتحان لسن وان ولسن تو بالدرس الثالث بالمحاضرة الثالثة اذا نلتقي ان شاء الله بالدرس القادم باي باي